من على هذه الجبال المطلة على قرى ووديان منطقة المفاليس تشن ميليشيا الحوثي وصالح قصفها على مناطق جنوب وغرب مديرية حيفان الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز وفي هذه التبة التي تطل على منطقة الهجم شمالا ووادي المفاليس جنوبا كسرت المقاومة الشعبية تسللا للميليشيا الانقلابية إثر كمين نصبته المقاومة نتج عنه مقتل أحد أفراد الميليشيا وجرح أربعة آخرين من وقت إلى آخر تحاول الميليشيا التقدم في منطقة المفاليس بما في ذلك محاولة توغلها بتبة مربوش الواقع بمحاذاة الطريق الرئيس الذي يصل مديرية حيفان التابعة لتعز بآخر مديريات محافظة لحج إلى الجنوب الغربي وهي مديرية طور الباحة هنا تمكن أفراد المقاومة الشعبية أكثر من مرة من دحر عناصر الميليشيا من أطراف هذه المنطقة وهو ما دفعها إلى معاودة قصف القرى والأحياء الآهلة بالسكان من أماكن تمركزها في جبلي السبد والممشاح في الأعبوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر